ايه يا شباب عاملين ايه? بصوا كده انا عاوز اقول لكم يعني شوية ملاحظات من خلال امتحان بتعنبارح ده عشان لو سمحت تتدارك هزي الاخطاء في امتحان بتاع بكرة ودي اخر حاجة اخر تنبهات بعد كده يعني مش هقدر اقول لك ايه اللي ممكن يحصل? لو سمحت انا تعليماتي واضحة من البداية خالص بس انت اللي مش قادر تستوعب معين الموضوع بسيط خالص? هقول لك التعليمات مرة تانية ومرة اخيرة بشكل اوضح شوية جايز انا مش عارف اوصل لرسالة يعني مش عارف? اول حاجة انا هرقمهم لك اهو. اول حاجة البيانات بتاعتك على الصفحة الاولانية مش واضحة في اوقات انا مش بتكلم برضو على كل الورق. انا بتكلم على نسبة معينة من الورق. فبياناتك غير واضح. الاسم مش باين. الكارني بتاعك مش باين. البطاقة مش باين. الدرجة انا مش عارفة اطلع اسمك من على البطاقة هو نفس الاسم اللي موجود على الورق ولا لا? ده اسمه تهريك. دي اول نقطة. وانت بتصور لازم بتاع التصوير يكون عالي شوي. عشان تكون صورة البطاقة واضحة. صورة الكارني واضحة. بياناتك كلها واضحة. وده اول نقطة مش هتكلم فيها تاني. اي بيانات غير واضحة اعتبرك ما بعدتش حاجة. الحاجة التانية. يبقى هنا التصوير. الحاجة التانية. ادي رقم اتنين. ان ساعات واحد بعيتلي من غير بطاقة. ده ما ينفعش. ده مش كلتك انت. بعيتلي من غير الكارني. لازم يكون الكارني والبطاقة الاتنين محطوطين. ومصورهم بتصوير واضح. وبياناتك سليمة. ولازم توقع على ورقة الاجابة بخط ايدك. دي رقم تلاتة يبقى البيانات. واضحة وسليمة. رقم اتنين البطاقة. رقم تلاتة الكارني. ولازم يكون متصورين بشكل واضح جدا لي. لما انا اجا بص او زميلي او المركز تقنية. يجي يبص على الشغل يلاقي واضح جدا. في نسبة من الطلبة زي الفقول. انا برضو ما بكلمش كل الطلبة. انا بكلم الناس مش عاوز اقول حاجة تانية وحشة. طيب. الحاجة اللي بعد كده. اي ورقة بدون بطاقة وبدون كارني انا هكنسلها. وانت حر. الحاجة اللي بعد كده. ان انا بتكلم اهو. لما بتيجي هنا. اه 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 تصور الورق. لازم تصور الورق بالترتيب خمس ورقات. انا عندي اكتر من مئة طالب بعتين اربع ورقات بس. ليه بعت اربع ورقات بس ليه? بسألنا بسألنا. انت بعت اربعة ليه? هم خمس ورقات. دي رقم تلاتة. انا بروح عاملة ايه سنة اولى? انا قلت لك من زمن خالص امسك الورقة دية. واكتب عليها بياناتك. وصور البطاقة عليها. وصور الكارني وكتب بياناتك مزبوطة. واسم المادة مزبوط. واعمل منها سبع ورقات او ست ورقات على حسب عد المادة قلت لك جاهز دول من قبل الامتحانات. انت جاي تعملهم ساعة الامتحان. وانت قاعد في الامتحان او طبيعي جدا. انا نفسي ببقى متوترة. تخيل بقى لما انت قاعد يبقى المفروض الورقة ده تكون مجهزه من قبله. يعني النهار ده مجهز ورقة بكرة. وحاطط البطاقة والكرمية وكاتب اسمك وماضي على الورقة من تحت. لازم تكون موقع على الورقة. انا مش بهرج بقى. طيب. يبقى هنا ده الكلام اللي انا بقوله. الحاجة التانية دلوقتي يبقى يبقى ترتيب الورق مهم. ترتيب الورق مهم. ترتيب الورق مهم. ولازم يكونوا الخمس ورقات مع بعض. تبعات لي اول ورقة ايه? اعمل لنا ايه باول ورقة? تبعات لي اربع ورقات ليه? تبعات لي تلات ورقات لي. هما خمسة. جالك خمس اسئلة يبقى انا بحط في الغلاف الاولان الكفر بتاع الورقة ده ما بتكتبش فيه حاجة خلاص. وتجاهزها من دلوقتي لغاية بكرة. ايه المشكلة يعني? خلاص? طيب. تاني حاجة بقى هنا. اللي انا بتكلم فيه. يبقى البيانات مزبوطة. لما اجا صور اصور الخمس ورقات. لما اجا صور ابعد بقى عن الكمبيوتر. انا بصور بالموبايل بتاعي. صورت الخمس ورقات. ارجعهم. ارجعهم قبل مرفحهم. واتأكد دي اول والتاني والتالت. والصورة الواضحة وانت عارفت قراها وشايف الاسئلة. وعنوان السؤال. لازم اتكتب عنوان السؤال والاجابة. عنوان السؤال والاجابة. لو انت عندك اكتر من اربع اسئلة حط فيه ورقة سؤال ايه? يعني انا جال اربعة يبقى السؤال في الاول صفحة. تاني صفحة تارت صفحة ربع صفحة. افرد جالي ستة. احط فيه سؤال اتنين اتنين وهكزا. نظم انت نفسك عادي. الورقة دي زي ورقة الاجابة بتاعتك اللي هي كأنك بتكتب ريتن. امتحان ريتن دلوقتي. وتكتب بخط ولازم عنوان السؤال والاجابة تحته. عنوان. يتصل بي اكتب عنوان السؤال. انت بالحضانة. ما تكتب عنوان السؤال. عشان لو في ورقة ضاعة عرف ده تابع ايه ولا دي تابع ايه? يبقى لازم يتكتب عنوان السؤال والاجابة تحته. الحاجة رقم ستة. ما تضيفش ولا ورقة. انا لقي يا ناس ضيفالوا. انت ما تضيف ورقة بمزاجك. الورقة ده نموذج معمول من الجامعة. ما ينفعش واحد يروح حاطط لورقة ستة ومدبسة وبعتها. ورقة سبعة منين ورقة سبعة منين. احنا حاطين هما خمس ورقات. تشيل الغلافي بعندك اربعة. والجاوب ببساطة كلها عناوين عناوين عناوين. يبقى ان انا دلوقتي اضيف ورقة ده انت بتهرج برضو. كل الكلام ده باير. كله ده بتطلعه بره. انت حر. تمام? طيب. الحاجة بعد كده. اه 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 التوقيع على ورقة الاجابة. البطاقة. والكرنيه. اللي رفع لورقتين وتلاتة. ولازم يبقوا خمس ورقات. الحاجة اللي بعد كده. الطالب بقى مش عاوز مش عاوز خلاص انت خرجتون عن شعوري. اللي برفع لورقة الاسئلة. وانت رفع لورقة السلعة من الباقي اه? يعني ازاي انا ارفع ورقة الاسئلة? انت شفت ورقة الاسئلة هيت? وحليت في ورقة الاجابة. انت بترفع لورقة الاجابة. ما انا عندي ورقة الاسئلة? اللي رفع ورقة الاسئلة ده خلاص انتهى الموضوع بالنسباله. شيلت المادة انا مليش دعوة. طيب الحاجة اللي بعد كده ان انا بقول لك اهو انت لما بتجي ترفع بتصور الخمس ورقات لو سمحت لو سمحت لو سمحت بص على بتاع الملف حجم الملف ازا كان يعني واحدة بتكلمني مبارح في التلفون يا دكتورة الملف ومش رضي الترفع يا دكتورة قلت لها بصيلي كده على حجم الملف يا بنت تقول لي يعني ايه حجم الملف ايه لقيت لقيت بتقول لي حجم الملف ربع ميت ايه ربع ميت ميجا دي انت مجانين انت دلوقتي احنا عاوزين اقص حاجة عشر العشر دي يعني انت لما تصور بالادوبس كان بيدلك اتنين ونص تلاتة اربعة اربعة ميجا انت بترفع ملف اتنين ميجا تلاتة ميجا اربعة ميجا غير كده استحال يا دكتورة الملف مش عارف يترفع يبقى الريزوليوشن عالي يا اما الريزوليوشن عالي بتاعها وبالتالي حجم الملف كبير يا اما انت عندك ضعيف فمتعودش بقى انا مش فتحة تليفون عشان انتو بتتدلعوا انا معودش فتحة تليفون انت عندك بقى مشكلة في حل تاني بقى هو الايميل اللي انا منزله على الصفحة ابعت عليه المشكلة ولو سمحت المشكلة بتاعتك دي وتكتب اسمك وانا هرد عليك بقى في ساعاته معودش حطة تليفون انا يبقى انا دلوقتي هوت قابلنا مشكلة اروح باعت على الميل فين الميل يا دكتورة الميل موجود عندك هو على الصفحة انا منزله لك اللي هو مكتوب عليه كنترول صفرين واحد موجود عندك موجود بص على صفحة البرنامج هتلاقيه ده الميل ده بتاع الكنترول واحنا قاعدين اثناء عمليت الامتحان انا فتح الايميل او زيميلي او زيميلي او زيميلة من القنترول فتحين الميل لو في مشكلة هرد عليك في ساعاته وانت ما ترفعش امتحانك على الميل ده الميل ده محطوط للمشاكل اللي بتقابلك المشاكل اللي بتقابلك طب افرض انا يا دكتورة جيت في اخر نص ساعة خلي بالك اي ميل انت بتبعته ومكتوب عليه بالدقيقة انت بعته الساعة كام? لو انت امتحانك بيخلص الساعة تلاتة وعندك مشكلة لغاية اتنين ونص ابعت الامتحان عليها. قبل كده ما بتبصش عليه وبعد كده برضه ما بتبصش عليه. لان انت لما بتبعت ميل زي ما انت فاهم ان الميل بيجي بوقت الرسالة. بوقت البعتان. فانا امتحاني اه قبل ما الامتحان بمص ساعة. لو انا امتحاني بيخلص تلاتة. هبص لو انت يا بعيت للامتحان اتنين ونص على الميل. ماشي. وفي الحالة دي بيبان انك دخلت على مرة واتنين وتلاتة وقابلتك مشكلة. مش تروح جاي كده في ساعتها. واحد راح اعطي لك الامتحان وروح تجاي وبعيته له على الاميل كل ده كلام فاضي. وبعد ما عادل امتحان كلام فاضي. وقبل ما عادل والامتحان من الصبح برضو كلام فاضي. الاميل ده محتوط لما قابلك ازمات. اي ازمة قابلك او مشكلة بعت العلاقة من بدري. وانا معاك. كلنا قاعدين في الكنترول كلنا قاعدين تحت امر سيادتك لو عندك مشكلة. كلامي بتهيقلي واضح ومش هقرر الكلام ده تامي. وقلت لك النقاط كلها. ويا ريت تفتح الامتحان من بدري. امتحانك تسعة تفتح من تسعة. امتحانك عاش تقعد بقى لغاية الزروة. لغاية ما تيجي الساعة اتناشرة. الناس كلها داخلة في نفس الوقت. ما تقوم يا ابنة حل امتحانك وتخلص. اصلهم حطين لي ست ساعات. احنا حطين ست ساعات. ايه الكهربا تقطع? انت يقطع. حصل مشكلة في مركز تقنية. مش ان انا قاعد قاعد بقى لغاية ما يحصل مشكلة. اه انت فاصل. انت مش عارف ايه. ايه الكهربا? طب ما تقوم يا ابن بدري. قوم وقت وقتي ما فيش ضغط والطمن والطمن. ولازم يجي لك رسالة. رسالة ممكن يجي لك رسالة الاميل. ممكن يجي لك رسالة وانت قاعد كده. وانت بتبعد ساعة ما بتبعد يقول لك خلاص تم رفع الملف بنجاح. خلاص لو جات لك الرسالة دي انتهى الموضوع. وما ينفعش طالب يرفع الامتحان مرة علميل ومرة غلط. وما ينفعش طالب يدخل على السستم ورجعتان يرفع الا ايميل غلط. وما ينفعش طالب يرفع الايميل الساعة تسعة غلط. انت حور اعمل اللي انت عاوزه. وانا برضه هعمل اللي انا عاوزين. كلام واضح ومعطش مقررة الكلام ده تاني وانتو مش اطفال وانا مش بدرس لناس في حضانة لو سمحت التزم بالقواعد اللي الجامعة منزلها لنا كلنا لكل الطلبة من الاول للاخر وهل هيبقى يا دكتورة فيهم تخلفات انا معرفش مجاليش اي تعليمات ان هيبقى فيهم تخلفات خالص احنا الوقت كلنا عملين نعدل الازمة وانت قاعد في البيت لابنقول لك تعالى ولا حل ولا قابلنا ولا شوفنا الكارنهات بعتنهالك صور البطاق اللي عندنا كلها بعتنهالك البسور دطعة تنهالك احنا مش عاوزينك تتعرض لاي مشكلة بيئية خالص ولا مرضية بعيد الشر يا رب عن كل الطلب وعن كل الناس ولو سمحت استجيب شوي وشكرا